مقرر الكيميا العضوية الارجانيك كيمستري ما زلنا في شابتر اتنين الالكانز والسايكلوالكانز مع المحاضرة الخامسة والأخيرة تفاعلات الالكانات عندنا تفاعلين مهمين جدا ليه الالكانات التفاعل الاول اللي اسمه هالوجينيشن اوف الالكانز هالوجينيشن يعني إضافة زرة هالوجين على الالكان واستبدالها بزرة هيدروجين التفاعل ده بنسميه تفاعل substitution reaction تفاعل استبدال يعني بنستبدل زرة هيدروجين بزرة الالكان وبنلاقي في بعض الكتب بيبقى اسمه radical halogenation وفي الالكانز react with halogen to produce alkyl halides طيب the reaction is catalyzed by light or heat التفاعل ده بيتم تحفيزه بالضوء او بالحرارة التفاعل ده بيتم ازاي؟ لو عندنا الالكان ولكن انا اخد ابسط الالكان على سبيل المثال اللي هو الميسان وبنفعله مع غاز الكلور في وجود الضوء بيتم استبدال زرة هيدروجين بزرة كلور وبيتكون HCl-Cpy product ولكن هل التفاعل بيقف على كده؟ بعد تكوين الالكايل halide بتاعي التفاعل ما بيقفش بيتم استبدال باقي زرات الهيدروجين واحدة وراء التانية بعد ما كونا المونوكلورو ميسان بيتم استبدال زرة الهيدروجين التانية عشان يكون الديكلورو ميسان وبعدين تستبدل الزرة التالتة عشان يكون ترايكلورو ميسان ثم تستبدل الزرة الرابعة في المركب عشان يكون التتراكلورو ميسان يبقى التفاعل الاول الهالوجينيشن اوف الكان التفاعل ده مستمر او بيستمر لغاية ما يتم استبدال كل زرات الهايدروجين بزرات الكان التفاعل التاني المهم جدا هو تفاعل كومباشن اوف الكان او احتراق الالكانات احتراق الالكانات بيتم ازاي؟ عن طريق تفاعل الالكانات مع الاكسوجين علشان يحصل احتراق تام ويكون غاز ثاني اكسيد الكربون ويكون المية كباي برودكت طيب التفاعل الاحتراق التام بتاع البروبان البروبان بيتفاعل تفاعل تام او بيحترق بشكل تام في جوه من الاكسوجين علشان يكون ثاني اكسيد الكربون ومية والتفاعل ده بيتم او بيتصاعد منه كمية هائلة من الحرار اهمية احتراق مركبات الالكانات بنشوفها كل يوم عندنا في المنزل لما بنعمل حاجة بالبوتاجاز غاز البوتاجاز اللي هو غاز بيبقى خليط من البيوتان والبروبان ودوت لما بيتحرق بنستخدمه في الطهي وفي الوقود في بعض الاماكن اشتركوا في القناة